المعارك تستعر في مدن سودانية عدة وتشهد أم درمان التي يحاول الجيش منذ أيام إكمال السيطرة عليها القصف الأعنف منذ أسابيع والذي أسفر عن إصابات جراء سقوط عدد من المقذوفات في الفاشر تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع في المدينة منذ أربعين يوما رغم التحذيرات الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي ومطالبته الدعم السريع بوقف حسار المدينة والسماح للمدنيين بمغادرتها والطلب من الطرفين تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين على المستوى الإنساني حذر المفوض سامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال زيارته الثانية للسودان من أنه بدون جهود السلام المتضافرة سوف يفر مزيد من الناس من الحرب الوحشية في السودان إلى البلدان المجاورة النداء الذي أريد توجيهه للعسكريين الذين يقاتلون بعضهم البعض ويحولون هذا البلد إلى ركام عليهم أن يتوقفوا هذه الحرب يجب أن تتوقف السلام هو الحل الحل الوحيد حتى نتمكن من مساعدة هؤلاء الأشخاص وجميع أولئك الذين لا نستطيع الوصول إليهم بسبب الحرب ومنذ بذء الصراع تمكنت المفوضية من الوصول إلى نحو 800 ألف نازح سوداني من خلال توفير المساعدات المتعلقة بالحماية والخدمات والإحالات والمساعدات النقدية ومواد الإغاثة الأساسية والمأوى الطارئة ودخلت الحرب بين الجيش والدعم السريع شهرها الخامس عشر مخلفة أكثر من 15 ألف قتيل من المدنيين إضافة إلى نزوح والوجوء ما يزيد عن ثمانية ملايين وتدمير البنيات التحتية بعدد من الولايات ترجمة نانسي قنقر